قبل ثلاثة سنوات كانت الأسواق في تيجراي وهي شهادة على توفر الإمدادات والمشتريين المتحمسين لكن التداعيات المدمرة للحرب على تيجراي ألقت بظلالها الحزينة على الإقليم وحتى بعد استعادة السلام واجهة تجار السوق تحديات لا يمكن التقلب عليها وتعرضت رحلتهم من العاصمة أديس أبابا إلى أقليم تيجراي المحملة بالسلع الأساسية للعرقلة من قبل العديد من نقاط التفتيش القاسية ومما زاد من هذا الواقع المرير وجود قطاع الطرق الذين ينهبون البضائع المتجهة إلى تيجراي وزادت المشاكل الأمنية من تفاقم محنة شعب تيجراي الذي عانى بالفعل من الحرب وقد جعلت الأسعار الباهظة للسلع من الصعب عليهم الحصول حتى على أبسط الضروريات مما خلق وضعا رهيبا ومحزنا وفي هذه الأثناء تكبد التجار خسائر فادحة ليس فقط من البضائع المسروقة ولكن أيضا من الدمار الذي لحق ببضائعهم المتأخرة ويرسم التأثير التراكم لهذه الصعوبات صورة قاتمة ومأساوية مما يترك أثرا عميقا على حياة الناس واستقرار السوق في تيجراي عندما تصل البضائع خلال أسبوع أو عشرة أيام يكون هناك حصار على الطريق وهناك لصوص يسرقون الممتلكات أيضا ربما يكون الوضع الآن أفضل من زمن الحرب ولكن لا يزال نظام النقل يمثل مشكلة كبيرة المشكلة هي أنك لا تستطيع البيع والشراء في أي وقت تريده لأن عصابات الفانو يمكنهم إغافة ذلك بطريقة ما لذلك بسبب الفانو لا يستطيع التجار إحضار الوضاعع التي يريدونها من أجزاء مختلفة من إثيوبيا في الوقت المناسب وبيعها في وقت الحرب كان متجري فارغا وكانت الممتلكات التي كانت تدخل تيجراي في ذلك الوقت باهضة الثمن ولكن الآن بعد السلام بدأنا في إحضار العناصر على الرغم من وجود العديد من المشاكل في الطريق فنحن ندفع أكثر حتى يأتي العقار إلى هنا ندفع أكثر من ثمن العقار لمن يقطعون الطريق إذ كانت الملكية معباة على الرغم من أننا ندفع أسعارا مرتفعة في الطريق إلا أن العقار الذي نحصل عليه منتهي الصلاحية لذلك نخسر أموالنا أنا أتمنى أن أتمنى أن يتخلوا كلهم خطرانا لأنهم يحبونها الأغراض سهل الأغراض يأتي في الطريق يسكروه تدفع أرامة فوق سعر الأغراض لم يكن يأتي مثل الناس يعني سعب وهكذا يعني الناس ما كان يشتري على كيف يعني يعني السعر قالي كله كله سعر قالي ما زي الناس والله درحين يعني أحسن أحسن من الأول يعني كله كل ما زاد الوقت يعني صار أحسن حتى السعر من الأول درحين صار أحسن يعني زي ما تشوفه الدكان مليان كله يعني السعر قاعدين قس بس المشكلة الاغراض ما تيجي على كيفها يعني في الطريق يوقفوها يومين ثلاثة تدفع مئتين ثلاثة مئة ألف بعدين تيجي كالاغراض اي حاجة نحن لما يشتري هذي ربع ستين ريال مو كوي مفروض يكون عشرين ريال خمش وعشرين ريال لكن ما اجا بالقد على قد حل لو يجي كويس عشان هذي لازم يكون اي واحي عبش يجي كتير عبش يجي كتير هذا قطع الطرق يكون طريقهم نديف يكون السلام يجي ما شاء الله تبارك الله نقول لكن ليس عن الدحم السلام يبقى يجي لكن موقف هذا لازم يكون عن النديف القطع الطرق مشكلة لما تيجيب انت سيارة من أديس كتير بتدفع بتيجيبه هنا للشعب هذا قال يكون له السعر الله قد حلنا يشتغي ويمشي فيها بس الحاجات كمان الأغراض يعني غالب ومن الأدس لما يجي كمان ما كتير عنه لأنه المالة للحاجات لما يكون يجي هنا فيها كتيرين يعني الناس يقولون نتزلم يقولون لكن الله علم العلم عند الله فبالنسبة للحاجات يعني على قد حالنا قال هو لكن مش حال بدل قبل العام السنة هذه كويس يعيش الناس هنا في وضع صعب مالياً ولهذا السبب لا يعمل السوق كثيراً شاهد السوق حركة بسيطة خلال أسبوع العام الجديد ولكن الآن لا توجد حركة تماماً لأن أسعار العقارات مرتفعة وهناك حصار على الطريق ونحن ندفع حتى يصل العقار إلى أيدينا وبسبب هذا ترتفع الأسعار هنا والناس هنا ليس لديهم القدرة على شراء السلع بأسعار مرتفعة ولكن إذ لم يكن هناك حواجز على الطرق فستكون الأسعار جيدة بما فيه الكفاية ويمكن للناس هنا شراء السلع بسعر عادل ببالغ الحزن أتخيل محنة تجار السوق في تدراي وأشهد على الظروف الأليمة التي يعاني منها النازحون وعلى الرغم من مظهر السلام الذي تحقق من خلال الاتفاق بين الحكومة الأثيوبية الفدرالية وحزب جبهة تحرير تجراي فقد تمت سياغة بند رسمي لضمان العودة الآمنة لهؤلاء النازحين إلى ديارهم إلا أن الواقع القاسي بعيد كل البعد عما تم الوعد به وبدلاً من الترحيب بعودتهم بأذرع مفتوحة تظل هذه النفوس النازحة محصورة في مخيمات بائسة محرومة من الرعاية المناسبة والرحمة ولم يؤدي وقف المساعدات الإنسانية إلا إلى تفاقم معاناتهم ودفعهم إلى حافة اليأس والتجار في السوق الذين كانوا يحملون الأمل في قلوبهم يشهدون الآن على المأساة المستمرة التي تتكشف أمام عيونهم إن الواقع المؤسف لنازحي تيجراي الذين يلجأون إلى التسول من أجل بقائهم على قيد الحياة هو بمثابة تكير صارخ بالفشل الذريع في توفير الرعاية والدعم والاستقرار الذي يحتاج إليه هؤلاء الأفراد بشدة إن الشعور الساحق بالعجز يثق الكاه القلوب هؤلاء التجار الذين لا يمكنهم إلا أن يشاهدوا في يأس مواطنيهم وهم يضطرون إلى مثل هذه الإجراءات اليائسة وفي مواجهة هذا الوضع المؤسف من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية لسكان تيجراي النازحين ولا بد أيضا من الاستجابة لنداءاتهم من أجل الحصول على القوت والمأوى والرحمة فلا ينبغي لأي فرد أن يضطر إلى التسول للحصول على حقوقه الإنسانية الأساسية هناك سلام ويمكننا أن نقول إنه أمر جيد أن يتم وقف إطلاق النار ولكن لا يزال هناك الكثير من النازحين تركوا منزلهم ولكي يتم تنفيذ اتفاق سلام بريتوريا يجب أن يكون هناك عمل جماعي وعلى الحكومة أن تفعل ما هو أفضل لأن هناك الكثير من الناس يعانون من الجوع وهناك الكثير من النازحين يعانون حيث الشعب النازحين زي ما تشوفهم كان يدوهم الحكومة الآن ما قاعد يدوهم يعني يلفون زي ما تشوفهم في الشوارع يشحتون يعني بالله زي ما رجعوا إلى أدنى هم موجودين هنا ما حد رجع للمكان ولا حمراء ولا شراء كله موجود هنا النازحين كلهم زي ما تشوفهم هذا يعني أخر سنة ما قاعد يجي المساعدات من الحكومة الدولية كلها يعني يعني الناس كله ما رجع للمكان يعني زي ما تشوفه كله يعني ساعد ما كمل السلام مو كامل يعني نبقى نتمنى يجي لنا السلام كامل يعاني النازحون من مشاكل عديدة ولا توجد مساعدة ويعاني الناس هنا ولكن ما زلنا نحمد الله أنه لم يصدر صوت إطلاق النار ولكن السلام لم يتم تنفيذه بالكامل لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على الحزن العميق الذي يلف حياة التجار في تيجراي وهم يتصارعون مع مجموعة هائلة من التحديات التي تعرض سلامة بضائعهم للخطأ تحولت الرحلة الشاقة من العاصمة ديس أبابا المحملة بالإمدادات الحيوية إلى طريق قادر مليء بقطاع الطرق الذي لا يرحمون هؤلاء الانتهازيون يفترسون هؤلاء التجار وينهبون بضائعهم الثمينة ويتركونهم في حالة ذهول ومكسورين وحتى لو تمكن هؤلاء التجار بضربة حد من الإفلات من هؤلاء اللصوص فإن معاناتهم لا تزال قائمة عند العديد من نقاط التفتيش على طول الطريق وبدلا من توفير الشعور بالأمان تحولت نقاط التفتيش هذه إلى بؤر للفساد وتنتزع مبالغ باهظة من الأفراد المثقلين بالأعباء بالفعل إن الخسائر التي لحقت بهؤلاء التجار مالياً وعاطفياً لا تقدر بثمن وفي ظل حالة اليأس هذه صرخ تجار تيغراي إلى الحكومة الأثيوبية مطالبين بالتعاون مع الإدارة المؤقتة لتيغراي وهم يناشدون السلطات أن تجتمع وتجد حلاً مستداماً لمشاكلهم المتفاقمة وبصيص الأمل الوحيد يكمن في تأمين الطرق العامة وضمان المرور الآمن للبضاع على شعب تيغراي بأسعار معقولة ويقع العاتق أصحاب السلطة والنفوذ احترام هذه الاتفاق من خلال تسهيل استعادة الحياة الطبيعية وتخفيف الأعباء التي يتحملها شعب تيغراي فإن نداء تجار تيغراي يتردد صداها في أعماق قلوبنا ويحثنا على الاعتراف بالحاجة الملحة إلى تصحيح هذه المظالم الشديدة لقد حان وقت التحرك الآن ولمد يد العون لتأمين سبل عيشهم واستعادة ما يشبه الحياة الطبيعية يتعين على الحكومتين جلب الحل لجميع المشاكل بطريقة سلسة كان أيضا التجار في حالة من الحصار ويواجهون العديد من المشاكل لذا إذ تمكن التجار من العمل كما كان قبل الحرب فيجب تأمين الطرق ولكن إذ لم يتم إصلاح ذلك فإن أسعار البضائع سوف تستمر في الارتفاع ولذا إذ كان المجتمع قادرا على شراء البضائع بسعر عادل وإذ تم بيعه أيضا بسعر عادل فيجب إصلاح أمن الطرق لذا لحل هذه المشكلة للحكومة الفيدرالية والحكومة الإقليمية دور كبير سيكون من الجيد أن تقوم الحكومة الفيدرالية بإصلاح حصار الطريق لأنه من الصعب جدا أن يدفع الكثير من المال مقابل وصول العقارات إلى هنا وعندما نبيع العقار سيكون السعر مرتفعا أيضا لذلك يتعين على الحكومة الفيدرالية العمل على حصار الطريق إذا عملت الحكومة الفيدرالية والحكومة الإقليمية معا لإصلاح حصار الطريق فمن المؤكد أنهما سيكونان قادرين على إصلاحه وإذا سيطرت الحكومة الفيدرالية على الممتلكات من العاصمة وأرسلتها إلى هنا واستلمتها الحكومة الإقليمية فلن تكون هناك أي مشاكل تتعلق بإغلاق الطرق حين أن الحرز الأطباء له هنا وانهما جاءت فتحها لي المترجم للقناة المترجم للقناة